الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن وله السلام عليكم بعد أن كنا شاهدنا سابقا كيفية تثبيت نسخ الويندوز على Flash Memory أو USB أو قرص صلب خارجي سأقدم لك إن شاء الله في هذه الحلقات طريقة رائعة جدا يمكنك استخدامها في تثبيت أي توزيع من توزيعات لينوكس على Flash Memory أو USB واختصارا لوقت الحلقة وأيضا لأستطيع التحدث كثيرا سوف أنتقل مباشرة إلى شرح الطريقة أما للمزيد من التفاصيل حول فائدة هذه العملية فيمكنك قراءة الموضوع موضوع هذه الحلقة الرابط أيضا تجده أسفل الفيديو على اليوتيوب فإلى التفاصيل مرحبا بك مجددا كل ما عليك فعله وتحميل الأداة من هذه الصفحة الرابط كالعادة تجده أسفل الفيديو مباشرة بعد الدخول إلى هذه الصفحة اضغط هنا على Download Lily بعد تحميل الأداة سوف تحصل على أيقون على هذا الشكل إذن نقوم مباشرة بفتحها Next Install ثم أيضا Next ثم Finish إذن الآن نقوم بربط الUSB بالجهاز كما تشاهد معي قمت بربطها الحرف المقابل للUSB على جهازي هو الحرف EACH أو AASH كما تشاهد هنا في النافذة بعد ربط الUSB ركز دائما على الحرف المقابل للUSB أو الفلاشة على جهازك بعد ذلك نأتي إلى هنا Choose a USB Key ثم نختار الUSB المناسبة إذن نضغط على Refresh في حال لم تدهر هنا ثم كما تشاهد معي ظهرت الآن الUSB الحرف H الخاص بي ويجب أن تكون الفلاشة معمول لها فورمات بنظام الفات أو الفات 32 بطبيعة الحال يمكنك عمل فورمات للفلاشة فقط بالوقف عليها ثم تضغط على زر فأرض الأيمن ثم تختار فورمات بعد ذلك اختار من هنا فات أو فات 32 لا تختار مثل الـ NFS بل تأكد من اختيار نظام الفات ثم نقوم بالضغط على Start لعمل فورمات للفلاشة نقوم بعمل فورمات بطبعة الحال قبل عمل فورمات للفلاشة يجب أن تنقل أي ملفات مهمة إذا كانت هناك ملفات مهمة عليها إذا انتهت عملية فورمات نضغط على OK ثم Close نعيد اختيار الفلاشة من هنا ثم كما تشاهده اللون الأخضر ذليل على أنها مناسبة إذا كان الفورمات بنظام الـ NFS مثلا فسوف يكون اللون أحمر إذا يجب أن يكون الفورمات صحيح حتى تظهر هنا اللون الأخضر بعد ذلك تختار نسخة Linux التي تريد تثبيتها على USB عندك ثلاث خيارات عندك إما الخيار الأول هو اختيارها من ملف ISO مثلا في حالة أنا الآن عندي توزيعة POPP كما تشاهد هذه التوزيعة الغير معروفة عربيا كثيرا أو توزيعة الجرو موجودة في ملف ISO لكن إذا كانت لديك على قرص DVD أو CD فتختار هنا CD ثم تختار التوزيعة بطبيعة الحال تذهب إلى القرص أما إن لم تكن تتوفر أصلا على التوزيعة وهذا هو الجميل جدا في هذه الأدات فيمكنك تحميل وانطلاقا من الأدات هذا أمر رائع جدا فقط تضغط على download ثم تختار توزيعات لونيكس الخاصة بك كما تشاهد معي قائمة طويلة جدا تقريبا كل توزيعات لونيكس تجدوا هنا بما فيها الوبونتو الوبونتو أيضا التي سبق وشاهدناها في حلقة خاصة توزيعات منت توزيعات كثيرة جدا ديبيان في دورا كما تشاهد معي القائمة طويلة جدا هذه طريقة رائعة جدا لتحميل أيضا توزيعات لونيكس انطلاقا من الأدات دون الحاجة إلى البحث عن روابط من ضمن أيضا توزيعات المتوفرة توزيعات أو الجر وكما تشاهد معي هي التوزيع التي سوف أستخدمها في هذا الشرح لأننا سوف نرى إن شاء الله في شروحات أخرى سنرى كيف يمكننا استخدامها أيضا في إصلاح الويندوز إذن يمكنك أن تختار مثلا توزيع التي تشاء نختار على سبيل المثال أوبونتو بما أنها الأشهر ثم تختار طريقة التحميل إما التحميل اليدوي ليتم نقلك إلى الموقع أو التحميل أوتوماتيكي ليتم تحميله مباشرة عبر الأدات فقد تضغط هنا على أوتوماتيكي إذن أنا في حالة متواجدة على آيزو أعود بالضغط على هذا السهم إلى ملف آيزو أضغط عليه وأختار ملف آيزو من جهازي موجود على سطح المكتب هذا هو الملف إذن ضغطتين كما تشاهد يتم فحصها بعد ذلك دور الأخضر ذليل على أن توزيعها صالحة للاستخدام بعد ذلك أترك الخطوة الثالثة والرابعة على ما هي عليه لا تقوم بتغيير أي إعدادات ثم بعد ذلك فقط قم بالضغط على هذه الأيقونة هنا الصفرة فقط اضغط عليها على هذا الشكل الآن بدأت العملية وكل ما عليك فعله الآن هو الانتظار إلى حين انتهائها إذن كما تشاهد معي مباشرة بعد انتهاء العمليات تذهب معك هذه الصفحة تجد فيها بعض المعلومات من أهمها هو أنه يمكنك الإقلاع إلى توزيع التي اخترتها مباشرة من داخل الويندوز كما يشرح لنا هنا ويقول لنا هنا المصار الذي سوف نجده سوف نذهب إلى إن شاء الله بعد قليل ثم يقول لنا هنا بمعنى الإقلاع إلى ال USB بعد إعادة تشغيل الجهاز وهو ما سوف نشرحه أو سنقوم به إن شاء الله بعد قليل إذا لو ذهبنا الآن إلى الأدات سوف تجده على هذا الشكل يقول لك your linux live key is now up and ready نقوم بإغلاقها ولو ذهبنا إلى ال USB نقوم بفتحها تجد عندك ملف خاص يدعى virtual box برنامج تشغيل أنظمة الوهمية وبالضغط هنا على virtual this key إذا كان برنامج تشغيل أنظمة الوهمية يشغل على جهازك بدون مشاكل فسوف يتم فتح التوزيع في هذا البرنامج مباشرة من داخل الجهاز إذن نقوم الآن بإعادة تشغيل الجهاز لنراهل بالفعل تم تثبيت التوزيع على ال USB وإذا لم تكن تعرف كيف يمكنك ضبط البيوس للإقلاع من ال USB أو لا يدعم الإقلاع من ال USB فهناك بعض الشروحات تجدوا أسفل الفيديو في هذا الموضوع في موضوع هذه الحلقة أيضا على موقع مشروح وكما تشاهد معي فبالفعل تم تثبيت التوزيع على ال USB والدليل أنه تم الإقلاع إليها كمتشاه ذاتية توزيع إن شاء الله سوف نستخدمها في شروحات أخرى كما يمكنك استخدامها أيضا كنظام مستقل إذا كان هذا كل شيء في هذه الحلقة لا تنسى الضغط على زر لايك ومشاركة الحلقة والاشتراك في القناتين الأولى والثانية للتوصل بجديد القناتين معا وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته